السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازايكم يا بنات يا رب تكونوا بخيروا في افضل حال. النهاردة ان شاء الله جايلكم فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة وموجودة في كل بين. النهاردة ان شاء الله يا جماعة الوصفة بتاعتنا هتبقى مميازة. يعني ايه? يعني بازن الله هتنزل معاكي الدهون واتنزل معاكي حتى لو فيه مياه في جسمك هتنزل معاك الوزن بطريقة كويسة جدا. خصوصا يا جماعة الاوزان اللي هي زايدة شوية فوق الميت كيلو بازن الله هتنزل بطريقة سريعة على الوصفة بتاعتنا ديت. اهم حاجة تابعوا معايا الوصفة كويس وتابعها مصبوط علشان ان شاء الله تجيب معاكم نتيجة كويسة. اهم حاجة تعملها بالطريقة المصبوطة اللي احنا ان شاء الله هنعملها معاكم دي. يلا كده يا بنات نسمي الله ونضغط لايك. عايزاك تضغطو كتير اول لايك في الفيديو. ويلا بينا نشوفوا الوصفة بتاعتنا. ولو عجبتكم بازن الله شيروه علشان الناس كتير تستفاد من الوصفة بتاعتنا دي. لان فعلا يا جماعة بجد وجد. الوصفة بتاعتنا ممتازة جدا وهتجيب معاك نتيجة كويسة. وصفتنا نهاردة يا بنات ان شاء الله هتبقى عبارة عن عشبة القزبرة دي. آآ فاي بلد تانية بمكن بيسموها عشبة القزبرة. تمام? علشان لو في ناس منكم ولا حاجة بتشوفوا الفيديو بتاعي. بتعرف يعني ايه هي عشبة القزبرة. عشان التعليقات اللي بتيجي يعني ايه عشبة القزبرة اسمها عشبة القزبرة يا جماعة في اي بلد تاني. ديت العشبة دي كويسة جدا في نزول الوزن. يعني انت مسلا لو انت وزنك فوق المت كيلو. ما تقلقيش خالص. آآ الوصفة ديت ان شاء الله هتعمل معاك مفعول كويس. طبعا احنا مش هنكتفي بس بالعشبة ديت. لا احنا ان شاء الله هنحط على مكونات تانية. علشان الناس ما تقولش ده قزبرة هنقوم قافلين الفيديو وما نستفادش من الفيديو. لأ. هيبقى فيها معاها مكونين اتنين تانية. والمكونين دولت ده ان شاء الله هيحرقوا معاكي الطهون بطريقة كويسة جدا. يمكن انت اول مرة تشوف معايا الوصفة ديت. بس عن تجربة جماعة فعلا ناس كتير جربتها وجابت معاها نتيجة كويسة جدا. علشان كده انا طلعت اقولها لكم نهاردة بازن الله. علشان اي بنت محتاجها بازن الله هتعمل معاها مفعول كويس. الكزبرة ديها يعني اعتبر فيها كل البيتامينات. فيها اول حاجة خلاف كده كمان ان هي فيها حديد وبوتاسي ومغنيسي. غير كده كمان ان هي اعتبر غنية بالاليات. على اساس كده ان هي يعني بتحسزك بالشبع طول اليوم. اما بتاخد الكوباية آآ ده بتسيب تشايدك عن الاكل ما بتخليكش تاكل كتير. خلاف كده وكده كمان ان هي بتريح القولون وبتريح المعدة معك. في مزة تانية كمانة للعشبة ديت. العشبة ديها جماعة اعتبر معجزة واحنا مش عارفين امد. ازاي? آآ اول حاجة كمان بتخلي لو احنا جسمنا زايد. آآ اما يكون جسمنا دي بيبقى معابة مية. ده بتنزل كل المية اللي بتبقى بجسم يعني لو احنا جسمنا مسلا فيه مية ولا حاجة. دي بتنزل المية الزايدة اللي بجسمنا. وكمان بتنزل الاملاح. يعني معنى كده ان هي فعلا صحية جدا. ده بتنق الجسم من الصموم اللي فيه. المهم عندي يا جماعة ان انتوا ان شاء الله هتستخدمها بالطريقة الصح. يعني ان شاء الله انا هغليها. آآ هغلي. معلقة معلقة واحدة بس. معلقة على كبات مية. ان شاء الله وهنضفها عليها مكونين اتنين كمان. ده هيحرق معاك الدون بطريقة كويسة جدا. ده كده كما معايا كبيتان مية همت ده ان شاء الله اللي هستعملهم طول اليوم. كبيتان مية ده. على اساس كده انا مجهزة. المجد وقت على اساس ان 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 شاء الله هعمل آآ هنزل فيه الوصفة. بس الوصفة الاول محتاجة ان يتضغل. آآ دي معلقة شاي صغيرة فانا ان شاء الله هعمل فيها تلات معالقة. لان المفروض دي يكون معلقة كبيرة. هنعمل تلات معالقة يا جماعة زي ما انتم شايفين كده. بالكبات بمعلاقة شاي صغيرة. دلوقتي بقى بعد ما حطتها وقلبتها بالمعلاقة زي ما انتم شايفين كده. هسيبها على النار تغليه حوالي خمس او عشر دقائق. يعني على قد ما تقدر تغليها اغليه. بس المهمة ما تكونش اقالي من خمس دقائق. عشان اقدر استفيد من كل العناصر اللي موجودة في قلب العش بديد. المهمة عندي ان هي يكون متغطية بحاجة زي دي كده. وان شاء الله هحطها على النار بقى. ده كده بقى يا جماعة الوصفة بعد ما حطتها على النار حوالي خمس دقائق. لو انت حابة تعملها اكتر من كده ماشي. آآ بس المهمة عندي ما يكونش اقالي من خمس دقائق. وتكون متغطية زي ما انتو شايفين كده. يمكن انت لو ملاحظين الكمية البخار دي انا مش عايزها تتضخر. اي عشبة انتو بيدغلها على النار حاول ان انتو تغطوها على اساس ان هي الفايدة كلتها في البخار اللي هو بيطلع ده. فانا مش عايزها تتضخر. لان انا عايز احتفظ بالزيوت الطيارة لان يعتبر الزيوت الطيارة دي يا جماعة هي فايدة كلتها. تمام? فعشان كده انا اغطتها. بعد ما تبرد خالص اقومش هيلاها لان آآ شايفين البخار ده ده انا عايزة كده انزله مش عايزة ان هو يطير. ابوة بقى مقفول كده في مكون بقى تاني ان شاء الله. ده يا جماعة الكرمون. الكرمون ده يا جماعة ده كرمون خشين او او كرمون حصة طبعا كلاتنا عارفينه. آآ ده انا هحتاج بانه معلقة واحدة بس مش اكتر من معلقة الشاي. المهم عنده يا جماعة زي ما قلت لكم بيكون حص. فانا كده يعني هشيل بس والبخار اللي هو هينزل تا حول ان انت تنزليه تاني. هحط كده للمعلقة الكمون لان الكمون ما ينفعش ان هو يتغل. خلي بالكوا يا جماعة الكمون ما ينفعش ان انا اغليه. بعد ما غلطت الكزبار ونزلتها من على النار وسبتها كده ترتاح. آآ حوالي خمس دقيق برجع بقى حط معلقة الكمون علشان بقى مشي صحي معكم وبجاوب على كل الاسئلة اللي هي ممكن تسأل. كده تمام? انت بقى براحتك حابة ان انت الضعف بكمية ماشي. مش حابة ضعفها وحابة تعمل يضوبك على قد اليوم بيومه. خلاص ماشي. انا ان شاء الله يا جماعة هاخد الكوباتان دولة اللي انت شايفينهم دولك. ده بس على قد اليوم. آآ مش عايزوك يا جماعة تزود كمية الكمون علشان ما تجيبش معاكم ونتيجة عكسية. لان كتر الاعشاب ده ممكن لقد الله تقلب معاك بنتيجة عكسية. امشوا على المقدير صح علشان ان شاء الله تجيب معاك نتيجة كويسة. والكمون يا جماعة لتاني مرة بقوله لكم ما يكونش ناعم لازم يكون حصى. وما بيضغلاش على النار. اللي هيضغلها بس ايه? الكزبرة النشف اللي انت شايفينها دي. تمام? وهسيبها مضغطية كده زي ما قلت لكم علشان مش عايز البخار يتبخر. انا ان شاء الله يستفيد من البخار بتاعه دي. اه ده كده اعتبر خلاص الوصفة بتاعتنا خلصت معادة بس مكون واحد بس. بس ما ينفعش ان انا حطه والمية سخنة قوي. ان شاء الله اما المية تبرد شوية. يعني انا استنى كده حوالي اه عشر دقايق على المكونات بتاعتنا دي والمية دي تتفى شوية وقوم حط على المكون التالت. مش عايز اقول لكم بقى يا جماعة ان الوصف دي فعلا هتنزل الوزن معاك يعني بطرقة رهبة. اه مش عايز ابلغ قوي او ازود في العدد الكيلوهات اللي هي ممكن تنزل منك بس انا اقدر اقول لك خلال شهر واحد ان ممكن ينزل منك اه حوالي عشرين كيلو. تمام? علشان بس يعني اه مش عايز اطلع قوي يعني العدد قوي لان ده ممكن نزل عن كده كمان. يعني انا كده بديك اقال لحاجة علشان ما حدش اقول ده انت بتبنغى في الوصفة وكده. لا. اه ليه ايه السبب بقى? لان خلي بالكم يا جماعة الاوزن اللي هي كبيرة ده بتنزل بسرعة. يعني ممكن تقليل الوزن بسرعة. وان شاء الله اه الوصفة ديت هتبين عليك الوزن وانت هتحسيه. ان انت فعلا وزنك بيقيل لوحدة بواحدة. واخدوا بالكم كمان يا جماعة. خلي بالكم الناس اللي هي بتبقى يعني وزنها شايل قوي او الوزن اللي هم بتاعهم ببقى شايل قوي. ده ببقى معظومه اه مية ودهون. فبالتالي الوصفة ديت يعني اعتبر هي ده مخصصة لهم. لان دي اول حاجة بتنزل معك بتنزل المية. بتنزل كمية الدهون. اه بتسد الشهية. يعني ما شاء الله الاصحاب الوزن اللي هو العلي قوي. ده خلي بالكم في النزول هيبقى اسرع. عندها كده يا جماعة بقى الوصفة جايزت معي هي اه انا بس عشان حب ان انا انهي الفيديو معاكم. يعتبر هي لسه سخنة شوية. انت بقى طبعا مش زي. هتقعدها عندك لغاية ما تبرد خالص. وبعد كده ان شاء الله هتستعملين. يعني انتو كل ما تقعدها اكتر في المكونين دولت كل ما ان شاء الله النتجة هتبقى قفيد واحسن معك. انا دلوقتي هصفي الوصفة بتاعتي هي زي ما انتم شايفين شايفين لون بتاعك. يعني اعتبر هي عاملة زي الحربة بالزبط. يضوبك على قد المجد لان المجد دوات بيهوا كوبايتان. فان شاء الله زي ما انتم شايفين. اه برضا هقول لكم هتتاخد قبل الاكل او بعد الاكل وكل الكلام. ان شاء الله يا جماعة انا اولولك. ده بقى كده يا جماعة زي ما انتم شايفينوا اللون بتاعها يا ما شاء الله. نزلت كل الفايدة اللي فيها. خصوصا الكمون. الكمون يا جماعة ده كويس جدا. يعني اهم حاجة كمانwife الوصفة لان الكمون بيساعد على حرقة الضبون بطرقة كويسة جدا. آآ تلت مكون بقى معي اللمون. ده بقى يا جماعة يعتبر تلت مكون معين. اللي هو اللمون. اللمون ده ان شاء الله هحطه على الكمون والكسبرة كده بعد ما يوتفه خالص. لازم يكون دفين خالص لما نحط عليهم اللمون. لان ما ينفعش احط اللمون والمكون ده سخن معين. لو انت بتحضره كوباة ولا حاجة ده ممكن ان انت تحط عليها نص لمون. انما ده العشان كوبايتان فان ان شاء الله هحط لمونة كاملة. ده كده يا جماعة يعتبر الوصفة جايزة معي. على حسب رغبتك بقى. اه هي بعد ما تحط اللمون بتاقي ان هو كمال اللون هفتح شوي. ده كده يا جماعة بقى الوصفة بتاعتنا دي اصبحت جايزة معي. طيب هناخدها امتى? هناخدها مرة تانية اتنين بس في اليوم. امتى بقى? هناخدها مرة بعد الغداء بنص ساعة. ومرة بعد العشان برضو بنص ساعة. المهم عندي ان احنا ان شاء الله ناخدها مرة تانية اتنين في اليوم. واشوف النتيجة بقى بعدها وبازن الله هتكتبيلي في الكومنتات. وهتقولولي فعلا بان في فرق. اما الفطار بقى يا جماعة يعني عالصبح كده على رق مش هناخده الكوباية دي خالص. هنعمل ايه? نكتفي بكوباية مية دافية مع لمونة. دي احسن حاجة تاخدها قبل الفطار. ممكن كمان لو انت مش عايزة تشربها كده مية بلمون على الرق. ممكن تحط عليها نصف معلقة عسل ابيض. العسل ده جماعة كويس جدا. ده بقى بيزود معدل الحالة. تمام? دي بقى جماعة كده الوصفة ابتهادنا وورتلكوا على كل التفاصيل بتاعتها ان شاء الله. بس يا ريت تاخدها بالطريقة المزبوطة اللي احنا قلنا عليها ديت. وان شاء الله هتنزل معاكي آآ الوزن بطريقة كويسة جدا. آآ خلي بالك يا جماعة الاعشاء دي كويسة جدا في نزور الوزن. يعني اعتبر كل الخلاطات اللي هي بالاعشاء دي يا جماعة ده كويسة جدا واقدر اقول لك كمان ان هي احسن آآ من الوصفات بتاعت الدكاترة كمان اللي هما ممكن يوصفهه لك. آآ سوى حبوب سوى شراب سوى اي حاجة. آآ سدقوني يا جماعة التخسيز بالاعشاب ده احسن حاجة وافضل حاجة انت ممكن تعملين. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة اتمنى يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم بقى بازن الله. بتنسوش تعمل ولايك للفيديو يا جماعة. علشان ان شاء الله الفيديو يكبر بكم. انتشار بكم بازن الله. وبقناة كمان تعالى بكم. شيروا الوصفة بتاعتنا ان شاء الله علشان ناس كتير تستفيد منها لان هي فعلا بتستحق ان هي تتشير وناس كتير تعرفها يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.